نستهل جولتنا في قراءة أبرز عنوين الصحف الآسيوية الصادرة اليوم من الصين حيث كتبت صحيفة الشعب أن طريق الحرير الرقمي الذي تروج له بيجين لا يزال يساعد منذ إطلاقه في عام 2017 دول الحزام والطريق على تحسين بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز اتصال البنية التحتية الرقمية وتوضح اليومية أن الاقتصاد الرقمي هو محرك مهم للانتعاش والنمو العالميين وأحد مجالات التعاون المهمة التي حددتها مبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين كما أظهر تقرير حديث صادر عن إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين التطور السريع للتقنيات الرقمية الصينية من حيث الابتكار ويعد البلد الأسيوي حاليا من أفضل الفاعلين العالميين في مجال الدكاء الإصطناعي والحسابة السحابية والبيانات الضخمية وتقنيات المعلومات الناشئة الأخرى وفي الهند ذكرت صحيفة عند السان تايمز أن خسائر الدخل بسبب موجات الحر كانت الأعلى في الهند بين دول مجموعة العشرين في عام 2021 ووفقا لتقرير الشفافية المناخية لعام 2022 الذي نشرته منظمات تحليل المناخ على مستوى دول مجموعة العشرين كانت الخسائر أعلى في أربعة قطاعات وهي الخدمات والتصنيع والزراعة والبناء وتبعا لذلك يمكن أن ينخفض إنتاج الأرز في الهند بنسبة 10 إلى 30% وإنتاج الدورة بنسبة 25 إلى 70% وذلك بسبب درجات الحرارة الحارقة المسجلة في عام 2021 وفي اليابان ذكرت صحيفة أساهي شينبون أن شعبية رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد انخفضت مؤخرا مع ارتفاع السياء الناخبين بسبب ضعف الياني وارتفاع التضخم وذكرت الصحيفة أن دعم حكومة السيد كيشيدا انخفض إلى أقل من 30% في أكتوبر أي بحوالي نصف ما كان عليه قبل 6 أشهر وفي كوريا الجنوبية كتبت كوريا تايمز أن الجيش الكوريا الجنوبية يخطط للحصول على نظام اعتراض متقدم وذلك للتعامل مع التهديدات الباليسية والمدفعية من كوريا الشمالية ووفقا للصحيفة كشف الجيش النقابة عن خطة لنظام الدفاع الساروخي منخفض الارتفاع لإسقاط الصواريخ الباليسية الجديدة القادمة من كوريا الشمالية وفي تايلاند أفضت بانكوك بوست بأن بعض الأحزاب والحركات السياسية في البلاد تعهدت بالتعبئة لصالح تعديل دصوري 2017 وقالت ميتا ماتخاو الأمينة العامة للحملة من أجل الديمقراطية الشعبية أنه حتى بعد أن رفض مجلس الشيوخ جميع مقتراحات التعديل السابقة ما زلنا مصممين على نضال من أجل دصوري جديد يأتي من الجمهور